أكد صاحب السمو الملكي ألمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء أكد مواصلة تطوير الخدمات المقدمة لأبناء الوطن وفق الكفاءة والمستوى التي تلبي التطلعات لافتا سموه إلى همية الاستمرار في الدفع قدما بمسارات تطوير القطاع الصحي ليكون أكثر تميزا وبما يحقق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء اسموه بقصر الرفاع اليوم بحضور اسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان الخليفة قائد الخدمات الطبية الملكية بالوكالة وذلك بمناسبة تعيينه حيث أشاد سموه بالدور الهام الذي تطلع به الخدمات الطبية الملكية ضمن منظومة القطاع الصحي بالمملكة كما عرب سموه عن الاعتزاز بالجهود المقدرة التي يبدلها القائمون على الخدمات الطبية الملكية من كوادر طبية وإدارية وما قدموه من اسهام مشهود في تطوير الخدمات الصحية والعلاجية في المملكة والحفاظ على مستواها في مختلف الظروف الصحية من جانبه رفع قائد الخدمات الطبية الملكية بالوكالة خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على دعم سموه المستمر ومتابعته لتقديم أفضل الخدمات الصحية لأبناء الوطن اشتركوا في القناة